أظهرت إحصاءات برنامج دعم الصادرات في مصر أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة الدول التي قامت الشركات المصرية بتصدير منتجات وخدمات تكنولوجية إليها خلال عام 2017 وثلاثة الإمارات ثم كندا والصين والمملكة المتحدة والسعودية نحن بالحق النهاردة كعائد أو كجزء من نتج القومي حوالي 3.5 مليار دولار من تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإمداد الرقم ده المفهوض يوصل إلى 5 مليار دولار خلال ثالث سنوات ومتوقع خلال عام 2018 أن نحن نحق أربعة مليار دولار الرقم ده مرشح لزيادة وأظهرت الإحصاءات أن السوق الخليجي من أكبر الأسواق الجازبة للشركات المصرية لثقة متخذي وصناع القرار في القدرات التقنية واللغوية للشباب المصري والحلول التكنولوجية المبتقرة التي تقدمها الشركات المصرية في دول الخليج العربي عندنا فرصة واعدة لزيادة انتشارنا في دول الخليج على سبيل المثال نحن عندنا النهاردة 56 شركة بتقدم خدمات التكنولوجيا والسوفتوير في دول الخليج هذا العدد مرشح لزيادة وبالتالي مساهمته في عوائد من التكنولوجيا المعلومات دي بتزيد لأن احنا الأكفأ دول كتيرة خدت النهج ده من نهل هند وبتحقق أرقام كبيرة وتقدم الشركات المصرية مختلف الحلول والمنتجات التكنولوجية كحلول إدارة الأعمال والمؤسسات والشبكات والنظم المتكاملة وخدمات مراكز الاتصالات وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الحلول يسلم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بنسبة 3.1% من إجمالي الناتج المحلي وتهدف مصر إلى مضاعفة هذه النسبة خلال السنوات القادمة اشتركوا في القناة